ننتقل إلى الشأن المحلي حيث نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء حول وجود أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتب الرقمية المصرية مؤكداً أنه لا صحى لوجود أي أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتب الرقمية وقالت وزارة التربية والتعليم أن كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية سواء الورقية أو الإلكترونية خالية من أي أخطاء حيث أن هناك لجاناً فنية مكلفة بمراجعتها وتدقيقها وتدارك أي أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها وذلك حرصاً على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم محتوى تعليمي هادف مشيرة إلى أن المكتب الرقمية المصرية تعد أحد المكتبات الرقمية الموثوق بها على الإنترنت نظراً لما تحتوي من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية ترجمة نانسي قنقر